كابتن حمد أهلا بيك ازاك كابتن مصطفى أخبارك ايه؟ ربنا خليك مجري كله تمام؟ الحمد لله أنا مش عفدأ معك إزاي أنت أول ما فكرت فكرت في كرة الطيرة؟ لا هو أنا و أنا صغير في المدرسة الحقيقة في الفترة دي كان الرياضة في المدرسة كانت يعني كانت كويسة جدا وكان فيه ملاعب وفيه كل حال كان فيه ملاعب وكان فيه نشاط في المدارس دوري المدارس في الطيرة وفي الباسكت وفي الهندبول فأنا طبعا بحكم كانش فيه كرة قدم؟ كان فيه طبعا كرة قدم وقفت جون في كرة القدم وقفت جون؟ الحقيقة أنا طبعا كنت طويل أكتر من كل زمائلي فكانوا في المدرسة بيستخدموني في كل الألعاب يعني ابتدت طايرة وهندبول وباسكت وقفت جون في كرة القدم كنت يعني الحمد لله كنت متميز في كل حاجة بس الكرة الطايرة هي في الآخر هي اللي شدتني في الآخر الحقيقة هل هي شدتك عشان أنت كان جسمك ماشي الله طويل وبنيان قوي دي اللي ساعدتك ولا أنت كنت عاوز تلعب بكرة وما وفقتش أن تكمل مشورك في الكرة لا والله أنا كنت متميز في الألعاب التانية بس حسيت في الكرة الطايرة أن هي يعني لعبة شدتني قوي حسيت حتى التكنيك بتاعي والمدرسين بتاعي بيعلموني يعني حسوا أن أنا متميز جدا في اللعبة دي يعني كله قال لي أن أنت لو كملت هتبقى حاجة كويسة جدا وحاجة ممتازة في اللعبة دي لأن أنا كنت بتعلم بسرعة ما كنتش لسه انضمت لنادي كان كله تدريبات في المدرسة في وقت الفراغ بتاعنا واشتراكنا في دور المدارس وفزنا بالبطولة على مستوى اسكندرية على مستوى اسكندرية فالحقيقة كنت بتطور بسرعة في اللعبة نعم استوع بقى كل حقيقة كنت بتطور بالتكنيك بتاعها وكل المهارات بتاعتها بسرعة جدا فطبعا كذا مدرس رس شحني للمدربين في اسكندرية وكان حظي أن أنا انضمت لنادي اسموحة عن طريق كابتن وسامة محرم في نادي اسموحة الحقيقة كان مؤمن جدا بقدراتي وموتي وهو ابتدى يطورني بقى على المستوى الأندية طيب هو أحيانا الواحد لما بينزل هو صغير بيلعب في الشارع كل الولاد والصغيرين وإحنا كلنا مرينا بالمراحل دي يقول لك يا نا أنا هلعب بقول كيبر لا هلعب مدافع لا هلعب مهاجم أنا هلعب كرة قدم بش هلعب أي لعبة تانية أنت مزعلتش لما كرة طايرة خطفتك من كرة القدم وانت شايف لعبتك كرة القدم بسم الله ما شاء الله بيلعب متشين ثلاثة بيبقى في السمع لا والله أنا زي ما يقول لحضرتك وأنا صغير كنت بلعب كرة كتير جدا زي أغلب أغلب أولاد معصر كما كنت شلي في جول كيبر كنت خلصنا من إكرام لو كنت بلعب مهاجم وكنت بلعب مدافع كمان حتى في النادي الأهلي كانوا بسميني دونجا لأن أنا كنت بشبه طريقة لعبة دونجا بتاع البرازيل بدافع وهاجم كان لعبي يعني جامد جدا وعرف استخلص الكرة فعشان كده سموني دونجا في الفرقة طيب مين أول واحد قال لك أنت لأ بلاش كرة القدم وهواجهك لحاجة زي كرة طايرة أو أنت بتقول لأ أنت لعبت كل الألعاب تمام إش ما أنا اخترت كرة طايرة بالذات ما في عندك كرة سلة في عندك تينس في عندك في عندك ألعاب كتير الحقيقة أنا حسيت كرة طايرة يعني لعبة يعني أنا حبيتها لأنها ما فيهاش احتكاك قوي يعني طبيعة شخصيتي كانت مؤربة للكرة طايرة مش المشاكل يعني آه لا مش حكات مشاكل يعني اللعبة مميزة جدا اللعبة أن أنت بتجيب البنت من غير ما تحتك بالفرقة التانية معتمدة على مهارتك أنت الشخصية آه بدون أي عائق بدون أي محدي يعوقك وانت بتلعب يعني مهارتها كمان شدتني قوي حبيتها فدي ساعدت أن أنا أقدر أدخل الكرة الطايرة هل الطول طبعا ساعدك؟ أكيد طبعا الطول كانت أساسي والحقيقة طبعا في الوقت الحالي صعب جدا أن أنت تمارس أي رياضة بدون أن أنت تكون مشترك في نادي أو على أقل في مركز شباب لا أهم ما فيش كمان إيه ما فيش شارع الناس تمشي فيه لا الأوقات ديت صعب رياضة في الشارع شوية على أيامنا كنا بنلعب في الشارع كل الرياضيات حتى كل نجوم مصر هتلاقيهم تلعوا من اللعبة في الشارع قلنا أنت دخلت نادي سموحة أول واحد خدك نادي سموحة كان بالنسبة لك مستغرب ولا أنت رايح خلاص بقى أنت هروح وهحارب وهقلب الدنيا عشان نلعب كرة طايرة وبقى نجمل زي النجوم مين الأجيال اللي كانت قابلك في الوقت دوت أول ما المداربين شافوني في دور المدارس وقدرت أن أنا فوز في دور المدارس كنت فوزت كمان على لعبة بتلعب في أندية كان لسه لعبة مشتركة في أندية وبتمارس اللعبة فوزت عليهم فطبعا حصل أن نادي سموحة ونادي سبورتين كان لموني بحكم أن أنا مسكندرية وكده بس حظي أن أنا تلعت مسكندراني أصلا فحظي أن أنا طلعت لعبت في نادي سموحة عن طريق كابتين وصامة محرم شجعني الحقيقة وكان بيشجعني ويدعمني وعلى طول بيتابعني حتى لو في وقت اتأخرت على التمرين يتابعني ويجي لي البيت لأ لازم تيجي شاف فيك الموهبة شاف فيها الموهبة وآمن بموهبتي والحقيقة الحمد لله يعني وكان عند حسن الظن طيب ما تلش من من النجوم اللي كان بلعبه في الجيل اللي أبريكو كنت بتشوف طول أنا نفسي أطلع زي أفلان الحقيقة أنا نجوم النادي الأهلي كلهم في الفترة ديت وأنا صغير أهلا أصلا نجوم النادي الأهلي في الوقت ده كنت بتفرج على كابتن محمود فرج على كابتن نور عطية على كابتن شاموتي كل النجوم دولت كانوا هما نجوم النادي الأهلي وكنت أنا لسه في الفترة الناشئين في الفترة ديت في الفترة ديت أهلا فطبعا محمود فرج السحر بتاع الأهلي كان حاجة كبيرة جدا طبعا محمود فرج السيد 1